اشتركوا في القناة وبالتالي التعريف بالمجهودات التي يقوم بها الحرفيين على المستوى المحلي والمستوى الجيائي والمستوى الوطني وبالتالي مناسبة لتبادل الخبرة والمعارف للحرفيين على مستوى المدينة ونحاول الجاهدين يتأسيس لهذا المعارض هذا للوصول إلى العالمية وتكون عنده مكانة ضمن المعارض الدولية المعروفة في قطاع الصناعة التقليدية كما تعلمون مدينة مكناسة تميز بمهارة الحرفيين في المنتوجات الخشب وهذا المهارة أو هذا الوصف وغفاق فهو موروط منذ القدام وبالتالي كان البصمة للصناعة التقليديين كما قلت في منذ الصحفي هي بصمة التي تلقوها في جميع المناطق للعالم والناس التي يريدون منتوجات المغربية للصناعة التقليدية وبالتالي فالصانع المكنسي صانع متميز في هذه الحرفة وبالتالي هذه التظاهرة فيها اعتراف أولاً بالخبرة والمكانة للصانع التقليدي وكذلك هذه التظاهرات هي مكان لتصويق المنتوجات وفات قضاء جديد للصناعة من أجل الحصول على طربيات وعقود جديدة وأعتقد بأن هذه التظاهرة الخامسة ستكون تظاهرة ناجحة بإذن الله